السلام عليكم ورحمة الله كيف تبني بيتاً في الجنة؟ القضية بسيطة جداً والله أيها الأحبة في الدنيا قد تتطلب العملية تكاليف كثيرة معظمنا لا يستطيع تتكلف وقت وجهد وشراء أرض والبناء وعمليات البناء والتشطيب والأثاث وربما لا تضمن أن تسكن فيه تموت قبل أن تسكن فيه ولكن بيت الجنة أخي الحبيب بيت كبير جداً واسع ليس فيه تعب ولا نصب بناؤه لا يتطلب منك أي جهد ولا يتطلب أن تدفع أي مال هو فقط أن تعطي من وقتك دقائق قليلة كل يوم لله دقائق قليلة كل يوم تخصصها لله عز وجل استمع معي لهذا الحديث الشريف العظيم الذي فيه بشرة للمؤمنين بشرة لمن أحب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذه الثنتي عشرة ركعة يعني 12 ركعة كيف نصليها؟ هل نصليها دفعة واحدة؟ أم لها نظام معين؟ لا في الإسلام كل شيء له نظام في الإسلام لا يوجد عبث لا يوجد فوضى لا يوجد عشوائية كل شيء منظم لدينا خمس أوقات في اليوم والليلة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء الصلوات المفروضة أخي الحبيب هي أكثر ما تتقرب به بها إلى الله يعني أن تصلي ركعتين الفرد في وقت الفجر هذه أقرب شيء تتقرب إلى الله به الظهر أربع ركعات تتقرب إلى الله بها ولكن هناك نوافل هذا ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا صليت معش ركعا من غير الفريضة يعني نافلة لله يعني تطوع يعني حبا في الله لأنك إذا تركتها لا تحاسب عليها فأنت تصليها حبا في الله تقربا إلى الله يعني ولله المثال الأعلى مديرك في العمل طلب منك شيء معين عمل معين مهمة معينة فأنجزت هذه المهمة وأنجزت أعمال أخرى فوقها سألك لماذا يعني قمت بأعمال لم أطلبها فقلت له حبا فيك أو تطوعا لك أو إرضاء لك كم يكون مسرورا هذا الشخص مع أنه من البشر يعني الله يكرمك أكثر من البشر بمليار مرة فعندما تصلي هذه الركعات الله عز وجل فإن الثوابها عظيم جدا أخي الحبيب لأنها تطوع حب في الله كيف تتوزع هذه الصلوات الصلاة الصبح هي ركعتان تصلي قبلها ركعتين ركعتين من غير الفريضة السنة أو نافلة والظهر أربع ركعت ما فرضه الله عليك أربع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعده أحيانا أربعا وأحيانا ركعتان ولكن كان يحافظ على ركعتين بعد الظهر مؤكدا وأربع قبلها أصبح المجموع ثمانية يعني قبل الظهر أربعة وبعده أثنين ستة والفجر قبل الفجر ركعتين ثمانية العصر لا يوجد بعده فريضة المغرب ركعتان تصليهما بعد فريضة المغرب يعني بعد أن تصلي ثلاث ركعات فريضة لله تصلي صلاة النافلة تصلي ركعتين تطوعا لله حبا في الله إرضاءا لله أصبح المجموع كم؟ عشرة بقي ركعتان تصليهما بعد فريضة العشاء العشاء أربع ركعات تصلي بعدها ركعتين تطوعا لله حبا في الله إرضاءا لله نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلاة النافلة ترفعك كثيرا عند الله سبحانه وتعالى طيب لنتفكر الآن عمليا كم سيكلفك من الوقت لنفرض أن كل دقيقة قرأت فيها الفاتحة وسورة قصيرة مثل قل هو الله أحد ستأخذ منك دقيقة إذا صليتها بشكل متوسط طيب 12 ركعة ب 12 دقيقة 12 ركعة تأخذ من وقتك 12 دقيقة طبعا من أحب أن يطيل السجود والركوع قضية مفتوحة أمامه كلما زودت أكثر كلما أخذت أكثر من الأجر وكلما اقتربت من الله أكثر والعبد لا يزال يتقرب من ربه بالنوافل حتى يحبه فإذا أحبك الله أخي الحبيب سوف ترى الله في كل شيء إذا نظرت إلى حرام ترى غضب الله عليك فتبتعد عن نظر الحرام إذا غفلت عن الله ترى أن الله قريب منك فتسارع وتتذكر وتذكر هذا الإله العظيم إذا دعتك نفسك لشهوة أو لمعصية أو لفاحشة تتذكر أن الله يراك فتبتعد هذا هو الذي يحبه الله يبعده عن الشر ربما ستخسر تجارة معينة ربما ستفشل في عمل معينة هنا الله رعاية الله تتدخل وتنقذك من الفشل دائما وأنا طبعا لا أريد أن أذكر القصص في هذا المجال جرب بنفسك جرب أن تسجد لله كل يوم إثنتا عشرة ركعة أن تصلي إثنتا عشرة ركعة من غير الفريضة وطبق هذا الأمر عدة أيام وراقب النتيجة ولكن بشرط أن تؤديها بخشوعها وأن تقرأ القرآن وأنت محب لله أنت تؤدي هذا العمل حبا في الله عز وجل وتبتغي مرضات الله عز وجل والله صدقني إذا أحبك الله ستنقلب حياتك رأسا على عقب صدقني لن تستطيع أن ترتكب المعاصي ستشعر بقوة تمنعك من ذلك انظر إلى سيدنا يوسف سيدنا يوسف عليه السلام كان شابا فتيا قويا أوتي من الحسن ما لم يؤتى أحد في عصري سيدنا يوسف مر بفرصة ذهبية لأي شاب امرأة العزيز حسناء وهي تأمر وتنهى ذات منصب ذات جمال غنية هيأت له الجو وغلقت الأبواب وقالت هئت لك أو هيت لك يعني تهيأت لك في قراءة هئت لك أول ردفال لسيدنا يوسف ماذا كان معاذ الله طيب ما الذي جعله مباشرة قبل أن تكمل حديثة هي مجرد قالت هئت لك لم تقترب منه ولم تقل له أنا أريد أن أفعل فاحشة معك فقط قالت أنا تهيأت يعني لم تدخل بالموضوع بعد على الرغم من ذلك قال معاذ الله فورا ما الذي جعله يقول معاذ الله يعني 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 وضع حاجزا بينه وبين المعصية هو خوف الخوف من الله معاذ الله أنا أعوذ بالله التجأت إلى الله من أن أعمل مثل هذا العمل السيء التجئ إلى الله هذا معنى معاذ الله يعني التجئ إلى الله والله هو الذي يعصمني ويمنعني من أن أرتكب شيئا يغضبه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم فهنا لو وقفنا دقيقة وتأملنا سلوك سيدنا يوسف ما الذي جعله يسلك هذا السلوك مع العلم أن كثير من الشباب اليوم يفشل في أن يقاوم مثل هذا الموقف بل إن كثير من الشباب يسعى لمثل هذا الموقف وينفق الجهد والمال ويكذب ويحتال ويخدع ليصل إلى امرأة طيب ما الذي جعل سيدنا يوسف يسلك هذا السلوك انتبه أخي الحبيب سيدنا يوسف عليه السلام كان قريبا من الله يعني كان في كل لحظة يشعر بمراقبة الله له في كل لحظة كان على اتصال مع الله تواصل مع الله تواصل دائم فلذلك بعض العلماء قالوا يعني إن شهوته تحركت وحاول أن يقترب ولكن الله منعه لا هو أصلاً لم يفكر بالاقتراب لأن الله منعه ليس بالقوة منعه بالحب أن محبة الله له هي التي منعته من المعصية يعني أنت عندما تحب ابنك ولله المثال الأعلى مستحيل أن تؤذيه تحاول أن تصرف عنه أي شر حتى نسمة الهواء تحاول أن تغطيه هكذا لتمنع عنه أي شيء ليس إجباراً له ولكن حباً له فسيدنا يوسف كان على تواصل مع الله وبسبب أنه كان تقياً وكان في كل أعماله يسلم أمره إلى الله عز وجل ويتوكل على الله فأحبه الله فإذا أحب الله عبداً منعه من المعصية ليس إجباراً وليس إكراهاً المؤمن يصبح في هذه المعصية مرحلة أخي الحبيب يكره المعصية وهو ما أنبأنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد مرحلة معينة من الإيمان بالله والتلذذ بعبادة الله والإحساس بقرب الله عز وجل وأن تعيش مع الله تأتي لحظة تكره فيها المعصية ليس أن تمنع نفسك يعني ليس أن أنك تحب أن هذه الشهوة وتحاول أن تجاهد لا لا أنت أصلاً تكره المعصية هذه الركعات تجعلك تصل لهذه المرحلة محبة الله لك محبة الله لك وبالتالي هي الطريق لبناء هذا البيت لاحظت أخي الحبيب ليس كما فهم بعض الناس الحديث يقول لك أنا أصلي 12 ركعة كل يوم وأضمى البيت لا أنت يجب أن تصلي تطوعاً أي حباً في الله وعندما تشعر بحب الله لك وأنت تكون محب فعلاً لله لا تستطيع أن تعصي هذا الإله الإنسان إذا أحب إنسان عادي مثله فإنه يسعى لأن يكرمه ويرضيه ويفعل ما يرضيه فكيف بمن يحب الخالق العظيم سبحانه وتعالى فإذن أخي الحبيب أكثر ما يتقرب به الإنسان لخالقه عز وجل هو النوافل هي هذه النوافل وهذه الركعات التي تصل لها هي بمثابة تأسيس بيت في الجنة فحافظ عليها كل يوم إياك أن تغفلها بعض الناس ابتعد عن السنن للأسف ولن تأخذ من وقته إلا القليل فأرجو أن نحافظ على هذه السنن نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء هذه النوافل وأن نكسب محبة الله عز وجل إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق